السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كانت مننا ويلقاكم بصحة وعافية وأحوال تامة وبطبيعة الحال مع آخر الأخبار وآخر مستجدات اليوم الإخوان خبر جميل جدا المغرب كيقرر آخيرا أنه يضم المنطقة العازلة يعني من اليوم الفوق ما غاديش نقع نسمع على منطقة عازلة كذلك غادي نشوفوا فرار مجموعة للشباب المخيمة الديال تندوف فقط من أجل مشاهدة مقابلة المنتخب المغربي ضد المنتخب المرتغالي بقمعي الإخوان شوفوا التفاصيل قال هذا المواضع دائما كانت منكم أنكم تدعمونا بالضغط على زر إعجاب كذلك بالبرتاج والاشتراك وهذا فضلا منكم وليس أمرا ودائما تحت شعار الله الوطن الملك والصحراء مغربية الصحراء في مغربية والمغرب في صحرائه ولا عزاء للحقيدين وعاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالب إلا الله على بركة الله سنبخلص بالموضوع إن شاء الله اليوم لدينا يقين كبير يقيننا في الله كبير أن أسود الأطلس سوف يديرها وأمل الشعب المغربي إن شاء الله سوف يتحقق بقتلنا غير سويعات من أجل الحاسم البارح لعبات كرواتيا مع البرازيل الصراحة تفعلنا بزاف دائما معنويات كبيرة خصوصا من اللي غلبت كرواتيا ولكن البرازيل عرفت من جتها الضربة منهار شجعتها هاد الهبيلة اللي غتشوفوا أمامكم والبرازيل اللور في اللور هادي الإخوان ما عرفنا واش هبيلة واش بغية دير الضحك فرصها واش بغية دير البوز مهم دير الضحك فرصها وأحسن حاجة في هاد الهبيلة لأنها ما كتمشيش مع المتخاب المغربي دائما كتشجع المنتخبات اللي ضد المغرب والحمد لله المغرب كيتلع نشوفوا يا الإخوان رياض محرز اللي الأم دياله مغربية تكلم كلمة زوينة للمنتخب المغربي قال المنتخب المغربي يقدم أداء عظيم لقد هزموا منتخبات قوية إفريقيا والعارة فخورين بهم وأتمنى أن يستمروا بتحقيق الإنجازات سأشجع المغرب في الربع النهائي رغم أنني لدي أصديقاء في المنتخب البرتغالي وزير الخارجي الإيراني لحوح تدوين على تويتر تمنى الفوز المنتخب المغربي وعبر على تشجيع دلو المنتخب المغربي قال بكل سرور نبارك للشعب المغربي الكريم فوز منتخبه الوطني وتأهله إلى الربع النهائي المونديال كما نهنئ اللاعبين والجهاز الفني متمنيا لهم نجاح في المراحل القديمة رغم العداء الإخوان لكن ما بين المغرب وإيران ولكن الكرة القدم ما عندهاش علاقة بهذا العداء مش بحال الهوكيين مش بحال لك خلطوا ما بين كرة القدم ما بين الرياضة والسياسة ما الآن غدينتقلوا بعد الاستجازات ديال بوليزاريو مؤخرا من بعد ما قال لك تلقاوا الدرونات من بعد ما قالوا لك تلقاوا تدريبات والدعم اللازم من أجل مهاجمة أهداف مدنية مغربية من اللي وصل الأمر لهذا الدرجة وأن هاد الشير ديما رجعوا كيستفزوا المملكة المغربية شنو كينتظروا من المغرب راه دارون المغرب قد يتحرك دابا هما قدموا المغرب هادية لأنهم أعطونا الحق باش نتحركوا أمام المجتمع الدولي ومغرب حاليا يعني الدبلوماسية المغربية في موقف قوة وموقف دفاع عن النفس اليوم المغرب بدخل بشكل رسمي للمنطقة العازلة اليوم المغرب الإخوان دخل مركبات عسكرية دخل آليات عسكرية ومازال مخطط باش يزيد دخل آليات أخرى زائد أن المغرب قرر وبشكل رسمي إقامة قواعد عسكرية في المنطقة العازلة بل أكتر من ذلك المغرب قرر أنه يدفع هذا الجدار العازل يدفع له يعني ممكن إقامة جدار من الألغام وهذه هي المعلومات اللي كينتبع المغرب كان في اتفاق يد الوقف اطلق النار قل كباش يحبس الدماء بهذا المنطقة العازلة العالم كامل أشادة بالحكمة أشادة يعني بهذا الموقف ديال المملكة المغربية لكن هاد الناس هاد الشرديمة هاد الصندلية خدوا هاد المبادرة ديال المغرب خدوا هكا الضعف من المغرب ولكن ده بصافي ما بقيناش نسمعو شي حاجة سميتها المنطقة العازلة ما بقيناش ديال منطقة العازلة اليوم غدي تطبق الخناقة إلى هاد المرتزقة علاش لأنهم متمركزين في تندوف والمشكلة اللي عندهم إلا بغاوا يقوموا بهجوم على الأراضي المغربية أو في منطقة العازلة ما يقدوش يهجموا من الأراضي الجزائرية علاش لأن أي هجوم من الأراضي الجزائرية أو قواعد عسكرية جزائرية غدي تطابر هجوم من الجزائرية يعني الجزائر هي اللي هجمتها للمغرب وتما المغرب سيرضع لها مباشرة ويحق له ذلك بموجب معهدات دولية إذن مؤخرا البوليزاريو يتحركوا بشكل مكتف كل نهار كنسمعو تبنديرا كل نهار كنسمعو ستاديال المبندرين كل نهار كنسمعو باللي استيفزازات من البوليزاريو لأنهم كيحاولوا أنهم يدخلوا للمنطقة العزلة هاد السندلية من اللي استقبلوا الدرونات يعني 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 أنهم استقبلوا الدرونات بحال أنهم استقبلوا شي حاجة عادية بدون تكتيك بدون تخطيط وخرج سيد عمر هلال خرج لعندهم يعني نيشان حضر لهم ورهيلا انطلقت شي درون من عندكم ولو درون وحدة فغضي يكون الرد قاسم المملكة المغربية هاد السندلية البوليزاريو هاد السندلية يحاولوا أنهم يدخلوا المنطقة العزلة ويحاولوا ينشئوا قواعد الدرونات اليوم حصلوا فيها يعني الدرونات ما القوم يدخلوا بهذه الدرونات وهنا يريد يدخلوا المنطقة العزلة ويخرجوا المملكة المغربية تكون حزيمة ويقرب يتبندر وهذا ما نسمع هاد الأيام سبعة عشرة يعني أي واحد يقرب المنطقة العزلة فما يرجع منها ثم الأخبار التي نسمعها خصوصا في المونديال ربحونا الكثير مجرد دهرت المغربية سواء داخل المغرب أو خارجه المغربيين يبقى وطنهم وحتف المخيمات حتى المحتجزين يبقى على حبهم للمغرب رغم القامعة رغم القادة البوليزاريو منعهم أنهم يتفرجوا في المنتخب المغربي منعهم أنهم يفرحوا على المنتخب المغربي وحتى يغادرون يغادرون مخيمات البوليزاريو نحو موريطانيا لمتابعة المغرب والبرتغال زاد عدد صحراويين الذين يدخلون إلى موريطانيا عبر الطريق البر الرابط بين ولاية تندو الجزائرية وولاية تيرس أزمور شمال البلاد وهذا إندل فهو كيدل أن يوم يديروا الكابراناتو القادة البوليزاريو جاء أحدش اللاعب المغربي المنتخب المغربي الوطني لهم قاع المخططس ديالهم شنقريحا ما نجحش أنه يسمم العقول والقلوب ديال المغربة المحتجزين كذلك ما قدرش أنه يسمم العقول ديال الجزائريين الأحرار اللي احتفلوا مع المغربة فرحوا مع المغربة تحية لهم كبيرة من هاد المنبر تحية للجزائريين الأحرار احتل هنا الإخوان كيكون وصلنا النهاية ديال هاد الفيديو وكنتمنى منكم أنكم تدعمونا خصوصا الإخوان العقانات راه تتعرض هاجمت كبار من طرف الدباب الإلكتروني فالدعم ثم الدعم بتعاليق يعني ولو غير كلمة بتعاليق كذلك اللايكات ديالكم هم اللي غد يحفزون أننا نستمروا شكرا جزيلا لكم شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته إن الصحراء أصحراؤنا لم نغتصبها اغتصابا ولم نستلبها استلابا وإنما هي جزء من وطننا كان محتلا فخلصناه ومقيدا فأطلقناه إننا نعد كل اعتداء يخل بأمن وطننا وسلامته